وقد يطلق لفظ الوحي في اللغة في اللغة ويراد به الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام إلى آخر ذلك كما قال جل وعلا في شأن أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليمن ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين وأوحينا إلى أم موسى هذا وحي إلهام لها من الله جل وعلا وكما في قول تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوته ومن الشجر ومما يعرشون وأوحى ربك إلى النحل وحي تسخير وإلهام ومنه أيضا الإشارة السريعة هذا كله في معنى الوحي لغة كما في إيحاء زكريا لقومه فخرج على قومه من المحربي فأوحى إليهم أي أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية بل وستعجبون أيضا أن من معاني الوحي في اللغة وسوسة الشيطان وتزينه تزينه الشر في نفوس أوليائه الذين اتبعون من دون الله جل وعلا كما في قول تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم هذه كله معاني لمعنى الوحي فالمراد بقوله تعالى إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ أي إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كأمر وشأن من تقدمه من إخواني من النبيين والمرسلين فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل ليس بدعا من الرسل بل أرسل الله جل وعلا قبله من المرسلين والأنبياء عددا كبيرا فاستغراب رسالته ونبوته لا لسبب إلا لأن القرآن لم ينزل عليه جملة واحدة هذا كله كبر وعناد فقد أوحى الله عز وجل إليه كما أوحى لإخوانه وهو من جنس هؤلاء الرسل ودعوة رسول الله كدعوتهم بل ومصدر هذه الدعوة واحد وغاية جميعا واحدة كما قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء وإخوة لعلات أمهاتهم شتاء ودينهم واحد فأولاد العلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتاء فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء وإخوة لعلات أمهاتهم شتاء ودينهم واحد لكن في ذكر هؤلاء الرسل الذين ذكرهم الحق تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة في ذكرهم تنويهم بشرفهم ومكانتهم والثناء عليهم مما يجعل المؤمن يزداد بهم إيمانا مع نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة لهم واقتداء بهديهم واتباعا لسنتهم ومعرفة بحقوقهم قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا لكن أرجو أن ننتبه إلى هذه اللطيفة القرآنية البديعة ففي صدر هذه الآية إنا أوحينا إليك أي إليك يا رسول الله في الآية إخواني وفي هذه البداية الجميلة لهذه الآية بيان جلي لقدر وشرف النبي بيان جلي لقدر وشرف النبي صلى الله عليه وسلم حيث قدمه الله على الأنبياء والمرسلين المذكورين في هذه الآية العظيمة إنا أوحينا إليك فبدأ به عليه الصلاة والسلام كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده قدمه في هذا الموضع ألوى موضع الوحي وفي هذا المقام ويا له من مقام شريف عظيم ألا وهو وحي رب العالمين إلى أنبياء ورسله ليبلغ الخلق عن الحق بحق قدم ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع إخواني من النبيين والمرسلين وكذلك في موطن آخر في موطن شريف في موطن جليل جسيم عظيم ألا وهو موطن أخذ الميثاق على الرسل والأنبياء كما في آية صورة الأحزاب في قوله تعالى إنا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك فبدأ به ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا هؤلاء هم أولو العزب خصهم الله تبارك وتعالى فهم أئمة الأمم وهم أصحاب المكانة والكرامة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد فقدم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن في موطن أخذ الميثاق عليهم وكذلك في موطن الوحي إليهم وتقديم النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت بيان لمكانته وشرفه ومنزلته وقدره عند ربي جل وعلا ولطالما أقسمت أنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي والله لا أعلم أن الله جل وعلا قد أقسم بحياة وعمر نبي من أنبيائه ورسول من رسله إلا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرة معمهون لعمرك يقسم بعمره وحياته إن المشركين لفي سكرتهم يعمهون لفي شركهم وحيرتهم يترددون ويتشككون وهذه منزلة عظيمة عظيمة أن يقسم العظيم جل جلاله بنبينا محمد ووالله لا يقسم العظيم سبحانه إلا بعظيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح فبدأ الحق تبارك وتعالى بذكر نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لأنه أقدم نبي مرسل وأول نبي شرعت على لسانه الشرائع والأحكام وهو أول نذير يحذر من الشرك وكان أطول الأنبياء عمرا في الدعوة إلى الله والبلاغ عن الله فقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلى الله عز وجل إلا وسلكه قال رب إني دعوت قومي ليلة ونهارة فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مذرارا وينددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا إلى آخر الآية العظيمة في الصورة التي سماها الله باسمه إنها صورة نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام صبر على أذى قومه صبرا لا تستطيع اللغة أن تستوعبه والمراد أن الله جل وعلا قد أوحى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى نبيه نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام وكما أوحى إلى النبيين من بعد نوح كنبي الله هود ونبي الله صالح ونبي الله شعيب وغيرهم صلوات الله عليهم أشمعين ترجمة نانسي قنقر